اشتركوا في القناة النشيد الوطن أموراً كثيرة في داخل الساحة الفلسطينية والعربية والدولية في اتجاه فنستمع إلى عدد من أصدقائنا وضيوفنا الكرام وترتيب موجود مكلة في لغ الكلمة أحمد الحج علي شكراً فالوطن أكبر منا ويكبر بنا أدنا معاً وهذه الكلمات وإني إذ أخاطبكم بهذه الكلمات فمن منطلق أننا شركاء في الوطن والقضية والنضال والقرار ونحن في حركة المكاومة الإسلامية حماس جاهزون لكل مقتضيات هذه الشراكة معكم في فتح ومع جميع الفصائل والكوى والشخصيات الوطنية وذلك لمصلحة شعبنا وكضيتنا ولصالح نضالنا ومعركتنا مع الاحتدال الإسرائيلي ومن هنا فإننا نتمنى لكم النجاح والتوفيق في أعمال مؤتمركم هذا والوصول إلى نتائج إيجابية ومخرجات سديدة مما يعزز أو بما يعزز صفكم ووحدتكم الداخلية أولا ويجدد ثانيا أداء الحركة وبرنامجها النضالي الذي عرف عنها وتميزت به منذ كانت الثورة الفلسطينية المعاصرة ويرسخ ثالثا مناخ الوحدة وروح الشراكة الوطنية التي تساعد على سرعة إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وترتيب بيتنا الفلسطيني وبناء مؤسساتنا الوطنية ثم أخيرا بما يمكننا من العمل معا وبجميع طاقات شعبنا العظيم وكواه ومكوماته ومكوناته في الداخل والخارج في مكاومة الاحتلال والاستيطان والتهويد ومواجهة عدوانه وجرائمه وجرائمه وكسر الحصار عن غزة وذلك وفق برنامج نضالي وسياسي وطني مشترك نتوافق عليه ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا